مرحبا كيفكم؟ بتمنى تكونوا جميعا بخير اليوم زي ما وعدكم راح نجهز البولت جيرنال لشهر اثنين بس قبل هيك تدا هذه هي ابداعاتكم اللي وصلتني من شغلكم للشهر الماضي وطبعا ما بقدر اوصف لكم كمية الفرحة اللي بحس فيها لما اعرف انه في ناس بتتابع فيديوهاتي وكمان تاخد من افكاري بتطبقها بحياتها فشكرا كتير مثل ما انا شايفة هي مستعملة ادوان النيون وهاي فكرة ذكية بصراحة خلت الفايرف لايز تضوي اكتر لو جربتوا هذا الثيم او اي واحد من الثيمات لا تنسوا تفرجوني اياه اعملولي تاق او اعملولي منشن او ابعتولي اياه بمسيج على الفيسبوك او الانستجرام راح اتركلكم اللينكات بالدسكريبشن بوكس اما بالنسبة لشهر اثنين فقررت اني اعمل ثيم الو دخل شوي بالفالنتاين وكمان يكون سهلة الاعداد فبالنهاية قررت اني اعمل ثيم للورد الاحمر هذا الثيم راح يكون بسيط كتير كل اللي راح نحتاجه هو لون احمر وقلم تخطيط اسود فجيبوا الامكم والبوليت جيرنال ساعدكم وخلينا نبلش اول شي خلينا نتعلم رسمة الوردة بنبلش بالاخطوط الخارجية للبتلات والتلوين من جوا بيكون بشكل طولي من فوق لتحت شكل البتل الوحدة بشبه شكل الدمعة هاي الوردة راح تكون مرتوحة فرسمت بتلاتها بعض عن بعض البتلة هو الجزء الملون من الوردة الوردة التانية راح اعملها مسكرة فراح اقلل عدد البتلات واقربها مع بعض اكتر مجرد ما تحفظ الشكل الخارجي للوردة راح تصير ترسمها بسرعة كبيرة بعد هيك راح ارسم ساق الوردة بألم البجما مايجرون 0.5 واخيرا بألم بوينت 2 رسمت الطلع على الوردة الطلع هو اسم الخيطان اللي بتكون طالعة من الوردة كتبت عنوان الشهر بألم البوينت 5 وبخطم شلبك وحتى ما تكون الصفحة فاضية كتير رسمت بتلات صغيرة بتتساقط بالخلفية وخططت حدود البتلات بألم البوينت 2 وهيك بتكون الكفر باج جاهزة على شمال ها راح اعمل كوت كتير صغير الكوت بحكي وهاك بنكون انجزنا اول صفحتان من الشهر الجديد هلأ صفحة الرزنام الشهرية اول اشي كتبت اسم الشهر بشكل مختصر ورسمت وردتين بس هاي المرة الوردتين رسمتهم من زاوية علوية بمركز كل وردة رسمت دائرة صغيرة باللون الاسود وحطت حواليها نقاط باللون الاسود بتمثل الرحيق هلأ عم برسم الرزنامه اعملت الهامش اللي رح اكتب عليه الارقام باللون الاحمر شهر اثنين ببلش وبنتهي بيوم السبت وهو عبارة عن 29 يوم كتبت كل ايام الاسبوع بخط واحد مشالبك ومثل دائما اسبوعي ببلش من يوم الاحد وبالفراغ الكبير تحت الصفحة رسمت ورد متلى اللي رسمناه في الكوفر بيش موسيقى 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 وعلى شمال الكالندر رح اعمل صندوق الاهداف لشهر اثنان هذا الشهر حابة الاخطوط تكون مستقيمة فرح استعمل المصدرة وفي الفراغ النفاق الصفحة بسمت بثلات بتتساقط هاي ابسط كالندر عملتها بحياتي الصفحة اللي بعديها رح اكتب فيها الاشياء اللي حابة انجزها بشهر اثنان اول شي رسمت خطين متوازيين بالمصدرة وكتبت العنوان بالنص وورا العنوان رسمت ورد بكل الاشكال اللي عملناها من قبل وهلأ رح اعمل جدول صغير ادوا عليه تقدمي بهاي المواد خلال الشهر وباخر الصفحة رح ارسم ورد مثل اللي رسمناها بالكافر بير وبالكالندر الصفحة اللي بعديها رح تكون لها الحابتز رح اكتب العنوان بنفس الطريقة اللي كتبتها من قبل هذا الشهر رح اعمل الكالندر بشكل عرضي رسمت الحدود الخارجية بألم بيجما مايكرون 0.5 وقسمت الكالندر من جوه بألم بيجما مايكرون 0.2 الصف الاول من الكالندر مكون من 15 خانة والصف الثاني مكون من 14 خانة كتبت الارقام جوه كل خانة بألم بيجما مايكرون 0.2 هذا الشهر عندي 6 عادات حابة اتبعها فرح اعمل 6 كالندر رح اعبي اسم كل عادة على شمال الكالندر مع بداية الشهر وهيك من كون خلصنا الهبة التركت والتاسك هاي الصفحة هي صفحة افتقدتها كتير بشهر جانواري وهي صفحة الروتين رح اكتب العنوان بنفس الطريقة اللي كتبتها بالصفحات اللي قبل بحب اكتب روتيني كل شهر حتى احدد التسلسل اللي رح اعمل فيه نشاطاتي كل يوم رح اعمل صندوق كبير اكتب فيه الاشياء اللي رح اعملها بالترتيب وراح ارسم ورد خلف الصندوق كامل برجع اذكركم انه البوليت جيرنال هي مفكرة شخصية وبتقدروا تحطوا فيها اي اشي بتحتاجوا بحياتك مثلا صفحة الروتين ما عمري شفتها باي بوليت جيرنال تانية بس انا بعملها لاني عارفة اني محتاجتها وخصصت اخر صفحة بهذا الشهر حتى اكتب عليها كل الاشياء اللي انجزتها وباخر الصفحة حبيت اني اكتب قوت القوت بحكي يعني لا تستنى حتى تحقق هدفك حتى تكون فخور بنفسك كون فخور بكل خطوة بتتخذها حتى تحقق هذا الهدف وتحت الكوت فسمت رسمة لوردة عم تكبر وتتفتح مع الوقت وهيك ما نكون وصلنا لاخر صفحة من الاعداد الشهري لشهر اثنين وهدأ خلينا نعمل جولة سريعة لكل اللي عملنا بهذا الفيديو هذا الثيم كان من اسهل الثيمات اللي ممكن اي حدا يعملها اذا استمتعتوا بالفيديو وعجبكم الثيم لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة واذا جربتوا هذا الثيم لا تنسوا تعملوا لي منشن او تاك او تبعتوا لي اياه بالمسيجات والفيديو الجاي رح نستكمل التخطيط الاسبوعي لشهر اثنين بتمنالكم بداية شهر سعيدة مليانة انجازات وبشوفك من الاسبوع الجاي باي